السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة ريتاج لانجدش شانل النهاردة إن شاء الله هنكمل يونيت 1 هناخد لسنز 5 و 6 اللسنز بعنوان كتابة الفقرات أو الموضوعات موضوعنا النهاردة عن كيفية كتابة الفقرة أو الموضوع يعني الفقرة أو الموضوع بتكون من عدة جمل من 3 ل 8 جمل عايزين دلوقتي نعرف إيه هي أو الحاجة عايزين نعرفها هي اللي هي الجملة الافتتاحية أو الجملة الرئيسية إيه هي الجملة الافتتاحية؟ هي الجملة الأولى اللي بنقدم بيها الموضوع اللي بنفتح بيها الموضوع طب إيه هي الزمين الجمل الأساسية؟ هي الجمل اللي بتبقى في وسط الفقرة اللي بتعطينا المزيد من المعلومات اللي بتزود معلومات القارئ عن الموضوع اللي إحنا كتبناه أو اللي إحنا بنتكلم عنه تالت حاجة معي وهي ما لها الجملة الختمية؟ هي الجملة الأخيرة اللي بننهي بيها الفقرة والموضوع تمام كده؟ يبقى عندنا ثلاث حاجات زي introduction sentence الجملة الافتتاحية أو الرئيسية ودي اللي بنبدأ بيها الموضوع وتاني حاجة زمين sentences الجمل الأساسية ودي اللي بتبقى في نص الموضوع ودي اللي بتعطينا المزيد من المعلومات عن الموضوع اللي إحنا بنتكلم عنه تالت حاجة وهي زي conclusion sentences الجملة الختمية ودي اللي بننهي بيها الفقرة والموضوع عندنا هنا هوت writing tip نصيحة للكتابة بتقول when you choose a title for a text لما انت تختار عنوان للنس you need to summarize what is about in a quick and clear way انت محتاج ان انت تلخص الموضوع بطريقة سريعة وواضحة you don't need any extra or an important information انت مش محتاج ان انت تضيف معلومات أو معلومات غير مهمة it's a good idea if you can make it funny or interesting too هتبقى فكرة جيدة لو انت جعلتها ممتعة وشيقة ومصيرة للاهتمام أيضا البيج اللي بعدها فيها paragraph عن unhealthy habit العداد الغير صحية وطبعا unhealthy habit ديت التايتل بتاع الموضوع عنوان الموضوع طبعا هنبدأ بالintroduction sentence الجملة الاستفتاحية أو الجملة الرئاسية بيتقول it's fun to play video games sometimes but it's good to be active as well من الممتع ان تلعب ألعاب الفيديو أحيانا ولكن من الجيد أن تكون نشيطا أيضا هندخل في المين sentences الجمل الأساسية بتقول sitting still for a long time isn't good for your health الجلوس لفترة طويلة ليس جيدا لصحتك sometimes people eat more unhealthy snakes when they are watching tv or playing on the computer يعني بعض الناس يأكلونا الوجبات الخفيفة الغير صحية عند مشاهدة التلفاز أو اللاعب على الكمبيوتر طبعا هننهي البراغراف بالconclusion sentence الجملة الختامية بتقول try not to devolve on health habit حاول ألا تطور أو تنمي العادات الغير صحية دي هنبدأ بقى نحل activity number one بيقول read and match اقرأ ووصل question number one بيقول the introduction sentence الجملة الاستفتاحية ملها this sentence is last it finished the paragraph هي الجملة الأخيرة اللي بننهي بيها الفقرة أو الموضوع ولا this sentence is first it introduces the topic ولا الجملة الأولى اللي بنبدأ بيها الموضوع ولا this sentence are in the middle of a paragraph they give more information ولا الجملة اللي بتبقى في وسط الموضوع اللي بتعطينا المزيد من المعلومات طبعا هنختار b لأن الجملة الاستفتاحية هي الجملة الأولى اللي بنبدأ بيها الموضوع طيب تاني سؤال بيقول زمين sentences الجملة الأساسية هنختار a ولا c طبعا هنختار c لأن الجملة الأساسية هي الجملة اللي بتبقى في وسط الفقرة اللي بتعطينا المزيد من المعلومات و3 اللي هي conclusion sentence الجملة الختامية هتبقى a لأن الجملة الختامية هي الجملة الأخيرة اللي بننهي بيها الموضوع exercise number two بيقول fill in the spaces with يعني أملأ الفراغات باستخدام introduction وconclusion وmain وtitle بيها الموضوع يبقى number two هيبقى introduction sentence نكمل but it's a good idea to try to do some exercise three to five times a week ولكن من الجيد محاولة القيام ببعض التمارين من ثلاث لخمس مرات في الأسبوع it's easy if you find a sport you enjoy doing فمن السهل أن تجد رياضة تستمتع بالقيام بيها perhaps something you can do with friend ربما شيئا يمكن القيام به مع أصدقائك وطبعا دي هتبقى المين sentences الجمل الأساسية طيب find a time that is easily for everyone in your family ولا مانع من أن تجد وقت لكل فرد في عائلتك ودي هتبقى الconclusion sentence القملة الخاتمية اللي نهينا بيها الموضوع activity number 3 بيقول write a paragraph about the importance of balancing between physicals and mental exercise يعني أكتب موضوع عن أهمية التوازن ما بين التمارين البدنية والرياضة العقلية أو العلوم العقلية نقول both physical and mental exercise are important يعني كلا من التمارين البدنية والعقلية مهمة but we should do a balance between them ولكن يجب أن نقوم بالتوازن بينهما many children spend much time doing mental exercise الكثير من الأطفال يقضي وقتهم في القيام بالتمارين العقلية their bodies don't be fat يعني أكسمهم لن تكون متناسبة أو متلائقة so they should do a balance between them to have good brain and bodies لذلك يجب أن يفعلوا توازن بين الحصول على أدمغة جيدة وأجسام جيدة وبكده نكون خلصنا unit 1 إن شاء الله هنعمل revision على unit 1 وهنحل الأكتيفتيز on unit 1 أشوفكم على خير بإذن الله ولو عبابكم الفيديو ما تلسطوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر القرص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته